هناك عدة نصائح يمكنك اتباعها لفقدان الوز ممارسة الرياضة بانتظام التمرين الرياضي ضروري لحرق السعرات الحرارية وفقدان الوز يصب ممارسة 150 دقيقة على الاقل من التمرين المعتدل او 75 دقيقة من التمرين المكثفة كل اسبوع اكل الاطعم الصحي ان تناول الاطعم الصحي والمتوازن امر بالغ الاهمية لفقدان الوز يجب ان تأكل مجموعة متنوعة من الاطعم مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحي الحد من الاطعم الغنية بالسكر والدهون الاطعم الغنية بالسكر والدهون يمكن ان تسبب زياد الوز لذلك ان المهم الحد من استهلاكهم اشرب كمية غافية من الماء يمكن ان يساعد شرب كمية كافية من الماء في تقليل الرغبة الشديدة وزيادة الشعور بالامتلات يوصى بشر ما لا يقل عن ثمانية اكواب من الماء يوميا ضأ اهدافا قابلة للتحقيق من المهم تحديد اهداف قابلة للتحقيق لفقدان الوز من الافضل انقاص الوز تدريجيا واحد الاثنين رض في الاسبوع بدل من وضع اهداف غير قابلة للتحقيق الحصر على قصط كاف من النوم يمكن ان تؤدي قل النوم الى زيادة الوزع عن طريق زيادة مستويات هرمون الجيلين هرمون الجوع وتقليل استويات اللبتين كورمون الشبع ينصع بالنوم من سبع الى ثمانية ساعات كل ليل من المهم ملاحظة انه من المهم استشار اخصائي طبي قبل البد في اي نظام غدائي او برنامج تمارين